أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة آفاق استراتيجية تناول خلاله قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ كوب 27 تناول الملف الرئيسي للعدد أبرز الاستعدادات المصرية لصدافة القمة فضلا عن التجارب الدولية في مجالي دبلوماسية وحوكمة المناخ وطرح العدد تساؤلا عما إذا كانت منطقة الشرق الأوسط ستتمكن من اللحاق بالركب العالمي في مكافحة التغيرات المناخية كما تناول كذلك تطور الأليات والمؤتمرات والاتفاقيات الأممية لمكافحة التغيرات المناخية وصولا إلى قمة كوب 27 بشرم الشيخ